الحمد لله الحمد لله الذي عبطا بين الإيمان والعلم فقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال سبحانه سنعيهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بابك أنه على كل شيء شهيد أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك واشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك الحق المبين واشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن الإيمان ليس مجرد كلام ولا ادعاء ولا حتى مجرد اعتقاد فقط الإيمان إعتقاد وعمل الإيمان عند جمهور أهل العلم ما وقى في القلب وصدقه العمل حتى أن بعض العلماء قد عرفوا الإيمان بالصدق فقال أحدهم الإيمان يعني الإيمان الحقيقي أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك وأن لا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك لأن إيمانك يمنعك عن الكذب لعقيدتك الصادقة بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أطلب حوائجكم بعزة الأنفس فإن بيد الله قضاءها أطلب حوائجكم بعزة الأنفس فإن الأمواء قدير هذا هو الإيمان الإيمان اعتقاد صادق وسلوك قويم وأخلاق قويمة ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الحقيقي ليس بالكلام المؤمن من أمنه الناس هناك علاقة قوية بين الإيمان والأمن والأمانة المؤمن لا يكون مؤمناً إلا إذا أمنه الناس على دمائهم وأموالهم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم المؤمن لا يكذب ولا يخلف العهد فلا إيمان لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا أمان له لا إيمان لمن يخلف العهد لا إيمان لمن لا أمان له ولا دين لمن لا أمان له إذن ليس الإسلام كلاما وليس الإيمان كلاما الإسلام قيم وأخلاق وسلوك وأمن وأمان الإيمان الحقيقي هو الذي يقوم على العلم الحقيقي وعلى الأخذ بالأسباب سنعيهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ليتفكروا ويتدبروا في الكون وفي أنفسهم وليأخذوا بأسباب العلم فنحن نحتاج إلى الإيمان والعلم معا نحتاج إلى الفقه والطب معا نحتاج إلى الدواء والدعاء معا ليتكامل الدعاء مع الدواء فيعمل الله الدواء في الشفاء ونقول المريض مثلا عليها أن يأخذ بأسباب التداوي وهذا واجب ومشعوع أن يتداوى تداوى عباد الله والطبيب يأخذ بأسباب العلم الطبيب يملك السبب لكنه لا يملك الأجل لأنه فإذا جاء أجلهم لا يستأخذون ساعة ولا يستقدمون علينا أن نأخذ بأقصى أسباب العلم ثم نفوض أمر النتائج إلى الله ونضع إليه أن يعمل الأسباب ويجيه على مسبباتها الإيمان يدعون أن نقيم كل شؤون حياتنا الفائدية والمجتمعية وشؤون الدول على العلم والفكة والتخطيط والتنظيم فالأمم التي تقوم على العلم هي الأمم التي تتقدم يقول الشاعر بالعلم والمال يبني الناس ملكهم وقدم العلم لم يبنى ملك على جهل وإقلال فلا تناقض على الإطلاق بين الإيمان والعلم بل إنهما يتكاملان والإيمان الصحيح يدفع إلى العلم الصحيح والعلم الصحيح يوصل إلى الإيمان الصحيح نسأل الله أن يزقنا صدق الإيمان وأن يزقنا العلم النافع توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية الحمد لله وكفاء وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ومن العلم الصحيح والتخطيط الجيد ما نحن بفضل الله عليه الآن في عماية مثل هذا المسجد إنما يعموه مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولكن قف معي إلى القيد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله لا يريد من خلفه مصلحة دنيوية كما كان يحدث في السابق نبني مسجدا صغيان ونعين فيه سنين من العمال أو نفعل كذا أو يبنيه على قطعة أرض صاعية ليستبيح باقي قطعة الأرض في المباني أو كبعض الجماعات التي كانت تقيم بعض الزوايا الصغيرة على جانب من السكة الحديد أو الطرق أو الطرع أو المصارف لتبس فيه ما تريد بعيدا عن المراقبة حتى المجتمعية المسجد يبنى لمن من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله لا يقصد به لا تحقيق مصلحة دنيوية إنما يقصد به مرضات الله عز وجل للراكعين والساجدين من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له ومسله في الجنة وهنا نختم حديثنا بأمرين الجانب الأول لا يجوز شرعا بناء المساجد ولا خير المساجد على أرض مغتصبة على الإطلاق ولا يجوز بناء المساجد ولا خير المساجد على ملك عام أو ملك خاص دون اتخاذ الإجارات القانونية والرخص اللازمة فمسألة بناء المساجد من الولايات الشرعية الخاصة التي تنبسق من الولاية العامة لولي الأمر ولي الأمر له ولاية عامة هناك ولاية على الجند لوزارة الدفاع ولاية على الشرطة لوزارة الداخلية ولاية على القضاء لوزارة العدل ولاية على المساجد لوزارة الوقاف فليس لكل أحد أن يبني بلا نظام قدسية المساجد ونبني حيث يحتاج الناس اليوم هنا بفضل الله افتتحنا مسجدين من سبعة مساجد تفتتح اليوم من هذا المسجد والآخر كان أوسع مساحة من هذا المسجد تدخل فتشعب روحانية المساجد وقدسية المساجد لا نريد أن نبني أماكن ضيقة أسفل العمارات أو على حفة الطوع والمصارف ثم تصرف في النيل أو في الطوع فنؤذي الناس فتاعة الله لا تنال بمعصيته إنما نبني المسجد حيث ينفع الناس يجلس الناس بهذه الروحانية وبهذه القدسية نريد أن نحافظ على هيبة المساجد وحتى نحق الحق ونقرر الواقع نؤكد أنه في ست سنوات مضت ما تم بنائه من مساجد جديدة على مصر العزيزة الطيبة قبما لم يبنى في أي دولة أخرى على الإطلاق هذا العدد ما تم بنائه من مساجد جديدة على هذا المستوى في المدن الجديدة وفي المناطق التي تحتاج يزيد تحديداً على ألف ومائتي مسجد جديد وما قامت به وزارة الأوقاف من إحلال مساجد قديمة وإعادة بنائها أو صياناتها بالأقام تجاوز سلاسة آلاف وستمائة مسجد إضافة إلى ما تم من مثل هذا العدد بالجهود الزاتية لأبناء هذا الوطن الطيب وفي شهري سبتمبر وأكتوبر الحاليين أعلن بالأسماء على موقع الوزارة أننا سنفتتح في حدث غير مسبوق لا أظن لا في مصر ولا في أي دولة سلاسة مائة وأربعة عشر مسجداً منها أحد عشر مسجداً جديداً بناء جديداً على أرض فضاء والباقي إحلال وتجديد أي هدم وإعادة بناء بالكامل سلاسة مائة وأربعة عشر مسجداً خلال سبتمبر وأكتوبر بدأناها بفضل الله اليوم بأربعة عشر مسجداً سبعة مساجد بمحوى المحمودية بمحافظة الإسكندرية وسبعة مساجد بمحافظة جنوب سيناء من هذا المسجد نسأل الله أن يهزقنا حسن الفهل ونؤكد نؤكد شاعاً أن لولي الأمر أو من ينيبه سواء إيس الدولة أو الجهة القائمة على الأمر كل حسب اختصاصه الصحة في الصحة والتموين في التموين والأوقاف في المساجد لولي الأمر أن يقنن المباح بل عليه عليه أن ينظم المباح لأن الناس لا يصلح فوضى بلا قانون وبلا نظام وإلا لصارة الدنيا إلى عشوائية مقيتة وفوضة تضر ولا تنفع لولي الأمر أن يقيد المباح ولولي الأمر أن يقنن المباح بل على ولي الأمر أن ينظم المباح وأن ينظم للناس شؤونهم من خلال الولايات الخاصة حتى نضع كل شيء في موضعه نسأل الله أن يهزوكنا وإياكم حسن الفهل اللهم تقبل اللهم تقبل من كل من أسهم أو تطوع أو أنفق جهداً أو مالاً في بناء بيت من بيوتك اللهم اجعلنا من عمار بيوتك مبنى ومعنى اللهم اجعلنا من عمار بيوتك مبنى ومعنى اللهم تقبل منا واقبلنا واهدنا إلى سواء السبيل وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ويا عبد الله أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقفاً اللهم اشتركوا في القناة